سادس نصيحة عايز اقولها هي نصيحة للمرضى اللي بياخدوا مدرات للبول ودايما اللي بياخدوا مدرات للبول دول اللي بيكون عندهم المرضى بتوع ارتفاع ضغط الدم في ضرورة لأي حد ودي من الأدوية أو من الأمراض المزمنة زي ما احنا بنقول يعني ما فيش مريض ضغط دم بياخد الدواء كل ما يفتكر لا ده بياخد الدواء كل يوم وحنا كذا مرة في اليوم في هنا ضرورة لو انت حضرتك أو حضرتك سواء كبار أو صغرين أو شباب في شباب دلوقتي كتير عندهم ارتفاع في ضغط الدم لو بتاخدوا أدوية مدرة للبول يعني اللي هي بتساعد على نزول البول كتير لازم تراجعوا حاجات محددة بالتحليل ولازم تنبهوا الدكتور لكده أو الدكتور أكيد منتبه ولو مش منتبه نبهوه انتو لازم تراجعوا مستوى الكالسيوم والماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزينك ليه؟ عشان الحاجات دي بيتمنع امتصاصها في الجسم مع الأدوية المدرة للبول زي ما سمعتوا مني في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت فيهمتوا قصدي؟ طيب ايه النصيحة اللي بعد كده؟ نصيحة للزوجات اللي بياخدوا أقراص منع للحمل تمام؟ أقراص منع للحمل ضرورة يعني أي أسرة بتبع عايزة يعني بتنظم النسله وهكذا طيب وهي أقراص منع الحمل مدرة؟ لا مش مدرة بس فيه ضرورة زي ما لسه ما بقول على ضغط الدم المرتفع أي واحدة سيدة زوجة بتاخد أقراص منع الحمل لازم تبقى فيه مراجعة دورية لإيه؟ لمستويات فيتامينات به اتنين وبه ستة وبه اتناشر والفوليك أسد والزينك وفيتامين سي عشان الفيتامين سي خلق احنا يعني تمدي جسمك بيه على طول إنما بقيت الحاجات لازم تبقي منتبهة قوي إنه ما بقاش فيه عنصر من دول ناقص لإنه زي ما سمعته كده وزي ما هترجعه إن شاء الله للسوشيال ميديا عارفين كل واحد من دول إيه؟ هميته للجسم ده بيعمل وظايف رهيبة فيبقى أنت بتاخدي أقراص منع الحمل بتحققي الهدف المطلوب صح؟ ربنا يكرمك ويساعدك ويضلل عليك وبرحمته وأسرة جميلة بتوفوا كل احتياجات أطفالكو لكن ما يبقاش حاجة على حساب حاجة النصيحة اللي بعد كده سواء كبار أو أطفال بياخدوا أدوية لعلاج التشنجات في ضرورة لمعالجة مستوى فيتامين دال أو اللي هو فيتامين دي والفوليك أسد وبيت ناشر وفيتامين سي برضو أدوية الحموضة اللي ناس كتيرة قوي بتاخدها عمال على بطال والسبب على فكرة الناس بتاخد أدوية الحموضة ليه؟ عشان الأكل المقلي والأكل الحراء وهكذا بتؤدي إلى نقص الحديد وفيتامين به واحد والماغنيسيوم وبه 12 وهكذا